هذا وتواصل مصر وتكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته التعصفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات المزيد حول حركة دخول المساعدات يطلع عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية أهلا بكم بكل أسادة المشاهدين لزالت الصورة أمام بوابة معبر رفح البري تعكس الدور المصري الكبير في دعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية هناك العديد من شحنات المساعدات المصطفى أمام بوابة معبر رفح البري لكن تنتظر للدخول إلى منفذ كرب أبو سالم في صباح الجد نظرا لأن اليوم إجازة رسمية لدى الجانب الإسرائيلي فلا يسمح بمرور أي من الشحنات سواء كانت مساعدات جذائية أو حتى شحنات الوقود الذي لا زال يتعنت الاحتلال الإسرائيلي في عدم دخول شحنات الوقود بقدر يكفي الاحتياجات في قطاع غزة وعلى الرغم من هذا المنع هناك بالطبع الأخبار التي تشير إلى عودة الرصيف العائم في قطاع غزة للعمل مرة أخرى لإدخال المساعدات ولكن هنا يتضح الفرق الكبير بين ضرورة دخول المساعدات من المعابر البرية ودخول المساعدات عن طريق الرصيف العائم فخلال المدة خلال 20 يوم قبل تدمير الرصيف العائم بعوامل جوية استطاع أن يتم دخول ما يقارب 570 طن فقط خلال هذه الأيام على الرغم من أن مصر أدخلت منذ 26 من مايو وحتى هذه اللحظة منذ الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة في إنفاذ المساعدات عبر منفذ كرم أبو سالم استطعت أن تدخل ما يقارب 30 ألف طن بإجمالية أكثر من 1500 شاحنة محملة بهذه الأطنان من المساعدات الجذائية فهذا تأكيد على أهمية المعابر والبرية وخاصة معبر رفح البري وتأكيد أيضا على دور مصر القوي في تجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية أيضا شاحنات الوقود وهنا نتحدث عن أهمية معبر رفح البري في إدخال شاحنات الوقود حيث كان يتم إدخال ما يقارب الثماني شاحنات وقود يوميا في الفترة الماضية قبل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ولكن بعد إغلاقه وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه لم يتم أكبر عدد من شاحنات الوقود في الدخول من منفذ كرم أبو سالم نظرا للإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالجانب الميداني لازالت عمليات القصف مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية وأيضا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وفي القرب من مستشفى شهداء الأقصى والتي خلفت أكثر من مائتي شهيد حسب ما أعلن المركز الإعلامي الحكومي فبالتالي هناك صعوبة أيضا في التعامل مع الجرح والمصابين الذين يصلون إلى المستشفيات بسبب نقص الإمدادات الطبية ونقص الوقود الذي يقوم بتشغيل هذه المؤسسات الصحية هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة الأخرى